الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشيرا إلى ما تحقق من تقدم وإنجازات لرياضة البحرينية تبعثه على الفخر والاعتزاز والعزم على تحقيق المزيد من المنجزات بمسيرة التنمية الرياضية في مملكة البحرين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حيث هنأ سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينه في هذا المنصب متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهمه مشيرا إلى أن الرياضة البحرينية وما تحظى به من دعم ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حققت انجازات نوعية وستستمر بعزيمة أبناء البحرين الرياضيين في رسم فصول تميز جديدة في مختلف المحافل الرياضية المحلية والأقليمية والدولية من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الدعم والجهود المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لها عظيم الآثر في مواصلة تحقيق رفعة وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات وفق رؤها وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لمواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية منويا بأن اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصه على دعم قطاع الرياضة من خلال المشاريع التنموية النوعية يسهم في دعم الجهود التي تنقل هذا القطاع نحو مرحلة جديدة تعزز الاستثمار والصناعة وتحقق المزيد من النجاحات التي تعزز موقع البحرين على خارطة الرياضة الدولية ترجمة نانسي قنقر